ضربة جوية موجعة للوجود العسكري التركي في ليبيا بحسب مصدر عسكري ليبي فإن قوات الجيش الوطني الجوية نفذت ست ضربات استهدفت منظومات دفاع جوي تركية تم تركيبها مؤخرا في قاعدة الوطية العسكرية دمرت الغارات منظومتي دفاع جوي من طراز هوك وكورال ومنظومة رادار كانت القوات التركية أنهت تثبيتها وتجهيزها الخميس الماضي في القسم الغربي من قاعدة الوطية وقد دمرت بالكامل بحسب الجيش الوطني تزامنت الغارات مع وجود وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيين في ليبيا والموجودين حاليا في مصراتة حيث يتفقد الرجلان القوات التركية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها في انتهاك صارخ للسيادة الليبية وكان وزير الدفاع التركي خالوسي أكار أعلن من علامة نبارجة حربية قبالة السواحل الليبية نية بلاده البقاء إلى الأبد في ليبيا ومن جانبه وضمن الجولات المستمرة وصل القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي المشير خليف حفتر زياراته التفقدية لمعسكرات وثكونات القوات المسلحة وزار حفتر مواقع ومعسكرات الجيش في مدينة بنغازي للاطلاع على جهزية القوات المسلحة واستعداداتها في ظل التأكيد على التصدي للمخططات التركية في ليبيا